بداية من الأرسنل وصوراً لليوفي كل الأندية الكبيرة الحقيقة بتعاني مالياً نتكلم على يوفينتس واحد من أكبر الأندية الإيطالية والمطالب دايماً بتحقيق البطولات والمطالب دايماً بسكواد على أعلى مستوى بيخسر سنوياً حوالي 113 مليون يورو وده أثر بشكل كبير وخصوصاً على الكرة الإيطالية وعلى الأندية الإيطالية اللي كانت دايماً بتنافس الإنتر كان حاضر على منصات التتويج اليوفي كان حاضر الميلان كان حاضر كل الأندية دي كتت حضرة وبتنافس وإذا ما كانتش بتحقق علاقة كنت على أقل بتشوفها في مباراة نهائية يمكن كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة AC ميلان تحديدا هو تاني أكتر الأندية الأوروبية يمكن الجيل دا ما يعرفش المعلومة دي أو ما عاش أو ما شافش يعني إيه AC ميلان بنجوم الكبار سيدورف تشيفتشانكو إنزاجي نستا بيرلو وغيرهم وغير ديدا طبعا الحارس المرمى البرازيلي مالديني أمبروزيني وغيرهم نجوم كتير جدا كانوا دايما دايما حضرين في منصات التتويج وهم تاني أكبر الأندية الأوروبية تحقيقا للقب بطولة تشامبيونز ليج بعد مين بعد الريال يعني سبقين البرسا وسبقين البايان وسبقين اليونيتد وسبقين السيتي وشلسي وقول زي منتع والبي أجي كل الأندية دي في الترتيب وراء الميلان لكن إيه اللي حصل ده اللي هنسأله طبعا لفليبو جالي واحد من أساطير الكرة في ميلان الإيطالي وبالمناسبة اشتغل لفترة طويلة كمساعد مدرب مع المدرب الكبير طبعا كارلو أنشيلوتي بداية طبعا شكرا لك على وجودك معنا على شاشة الأهلي وظهورك معنا في السادسة شكرا شكرا لكم مساء الخير على الجميع وشرف لي الزهور على شاشة كناة الأهلي ثاني أكثر اللي عندها تتويجا بالبطولات الكرية في العالم الأهلي الذين خطفوا اللقب من الميلان هذا ليس سهل علينا لكن الأهلي كفريق وكإدارة فاز بالعديد من البطولات المحلية والبطولات الأفريقية الأهلي دائما فريق مستوى عالي وأعلى من أي فريق داخل الوطن العربي وأفريقيا ولهذا دائما ما يتوق بالبطولات